لو الإنسان مننا وكل إلى نفسه يضيع اوعى اوعى ترك على دين ظاهر لا لا أنا رجل متدين أنا متربي أنا أخلاء لا الفتن خطافة والقلوب ضعيفة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم لنا عن هذه العلاقات ما بين الرجال والنساء قال لنا ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن الراجل يبقى عقله معاه لغاية ما بتدخل الشهوات الأمور بتتغير تماما ما رأيت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء هنا الخطر إياكم وهذه الفتن الاختلاط ده أمهات المؤمنين أمي 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 زوج النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ينزل الآيات وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ليه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إيه ده بقى إزاي يعني يعني هو في حد ممكن يخطر بباله سوء تجاه أمه عائشة ولا حفصة ولا شويرية ولا ميمونة محدش يخطر بباله شيء من كده وفي جيل أزكى الناس وربنا يقول آآ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب يبقى التعامل ده هو ده مشكل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها ليه؟ عشان المسافة دائت لما المسافة بديه والتعامل يبقى هكذا بتحصل المصايب دي وإحنا في زمن صعب وخلونا نتكلم كلام واقعي نتكلم في هموم الناس إحنا في زمن لما تسمع نسبة التحرشات الموجودة لما تسمع نسبة الشباب والناس اللي بتدخل على مواقع إباحية 80% من مستخدم الإنترنت في بلدنا بيدخلوا على مواقع إباحية لما تشوف إنه الدين مش مفعل بشكله والخطاب الديني وأنا بنتقد نفسي قبل ما بنتقد أي حد تاني والخطاب الديني ما بيوصلش للأعماق إما خطاب ظاهري كلام في الشكل العام كده إما خطاب مؤدلج لطيار معين أو لكذا أو لكذا ومش مفعل بالشكل اللي يوصل إلى عمق المشاكل دي لما بنقعد نقول إن الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الأمر من الداخل من العمق من الآفات اللي جوانا إحنا محتاجين خطاب يعلمنا المراقبة يعلمنا إزاي يكون لنا حال مع الله عز وجل عشان ألاقي الشيء اللي جوايا اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت لما اتكلمنا على سهل ابن عبدالله التستريو إزاي يبقى الواحد يدوء يدوء بقلبه يدوء معنا الله ناظر إلي الله مطلع علي الله شاهدي الله معي وما يبقاش كلام على اللسان يبقى الإنسان مننا حاسس من جواه من عمقه بهذه المعاني فلما الإنسان الشيطان يزين له شيء من الأمور دي فيلاقي شيء بينفره بيشمئز من الكلام ده بيحصن من المعاني دي التربية داخل البيوت عندنا مشكلة فيها تربية الإيمانية الحق التربية على الحلال والحرم ومش على العيب التربية على إن الفواحش دي خطايا والخطيئة دي يعني شيء بتعمله في حق ربنا وربنا غالي قوي عندك وربنا لا يكن الله أهون النظرين إليك لما نربي على المعاني دي مش إن نحن نربي على إن الفواحش دي عار فلو الناس ما شافتش يبقى كده تمام يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول عشان كده عايزين ناخد الدرس من هذه القصة عايزين نتعلم الأمانة مع ربنا عايزين نتعلم يعني إيه يا رجل تبقى القوي الأمين بحق عايزين تتعلمي إنه صفتك الأساس كمؤمنة حافظات للغيب بما حفظ الله إذا نظر إليها صرت وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه تبقى حسب الإحساس ده تحسب كرامة وحسب شرف إياك أياتها العفيفة إنك تتخلطي أو إنه يختلط بيك شيء أن تتلوثي بشيء من هذه القاذرات دي صفة كرامتك وشرفك الأمانة دي قصتنا التانية الرسائل اللي وصلت لنا عن هموم هموم الالتزام وصلتنا الرسالة من المسلمة الصغيرة من المغرب العربي قالت عندي مشكلة كبيرة كنت متشبثة بالدين أقوم الليل وأصوم الفجر أصوم النوافل آر القرآن أصلي الصلوات الخمس فأوقتها لا أنام حتى أصلي النوافل عشر ركعات وأقرأ القرآن وأوم ساعتين قبل الفجر عشان أزود اتناشر ركعة من قيام الليل وأقرأ القرآن قد أكون آخر من نام وأول من قام كنت أقوم بكل خاطري والله كنت أسعد وحدة في الدنيا وللأسف الشديد بين عشية وضحاها لم أعد كذلك لا أستطيع جربت كل الطرق ولا أعرف ما السبب أقوم وأجاهد ولا أستطيع والله ليس لخاطري أبكي وأبكي وأبكي لحالي كل يوم أخاف أن يقبضني الله على هذا الحال أريد العودة إلى الطريق المستقيم أرجوك يا شيخ ساعدني والله أحتاج إلى المساعدة أرجوك اشتقت إلى أغلى النعم نعمة الإيمان الحالة دي مشكلة الفطور مشكلة إن إحنا بنبقاش واخدين بالنا من فقه الطريق الطريق ده لازم نبقى عارفين معالمه عارفين إنه في بعض المعاني لازم نبقى متفهمينها جدا في طبيعة هذا الطريق النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن لكل عمل شرة وفترة يعني شرة يعني نشاط يعني بيجي وقت من الأوقات يبقى الواحد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الطاعة ويه التركيز ويه ويه يبقى حاجة حاسس هو ده إنه بيطير كده وكأنه يطير في الجنة وفي وقت تاني كسول الشيطان راكبه مش قادر يقد الطاعات بيعملها بكلفة بلغة بيحس بمشقة شديدة طول الوقت عايز يلبي بعض الرغبات عنده حاسس بنوع من الملل الأشياء دي بتأتي في الطريق آه بتأتي في الطريق وحتى للصالحين آه قد تأتي للصالحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل كل الناس كده إن لكل عمل شرة وفترة ألف طوبة لمن كانت فترته إلى سنة اسمعوني بقى أخذوا بالكم من القانون ده جدا ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الآية بتقول خليكم موحدين فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك آه زكي نفسك واستغفر كثيرا علشان ما من ذنب إلا وينكت في القلب نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب ساقه لا قلبه طوبى لمن وجد في صحيفته استغفرا كثيرا خلاص فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ما تعشي الشعور بالأنانية ما تعشي لوحدك كمان أنت في مجتمع مؤمن إنما المؤمنون أخوة فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات لقد كده ماشي جدا إيه بقى والله يعلم متقلبكم ومثواكم إيه بقى والله يعلم إن أنت هتعد فين وتسكن فين والأماكن اللي أنت بتنتقل منها ربنا يعلم المكان الترحال اللي أنت بترتاحل منه والمكان اللي أنت بتأوي ليه وبتسكن إيه اللي جاب ده في التوحيد والاستغفار قالوا أصل دي فكرة الثوابت والمتغيرات يعني إيه ثوابت والمتغيرات الثوابت يعلم متقلبكم ومثواكم مسواكم ها ثابت أشياء ثابتة ومتقلبكم أشياء متغيرة أوه إحنا كده في الطريق لربنا سبحانه وتعالى عندنا ثوابت وعندنا متغيرات فالثوابت المفروض كل ما الثوابت بتاعتنا بتعلى كل ما إحنا مقامنا عند ربنا بيعلى يعني إيه يعني إيه يعني أنا الثوابت بالنسبة لي إن أنا بصلي الخمس صلوات الحمد لله في أوقاتها ده كده ثابت عندي ما فيش حاجة اسمها صلوات فجر بتضيع ما فيش حاجة اسمها الصلاة بتتصلى في غير وقتها ده اسمه ثابت من الثوابت في واحد أعلى مني شوية اللي كان بيصلي الخمس صلوات فوقتها في واحد بيحافظ على النوافل كمان بيصلي كل يوم سنتي عشرة ركع ويبنى له بيت في الجنة في واحد ثابت من الثوابت عنده إنه بيصوم الاتنين والخميس في واحد ثابت بالنسبة له إنه لازم كل ليلة يقوم الليل ولو بركعة تويتر في واحد بالنسبة له ثابت من الثوابت إنه لازم يقرأ كل يوم جزء قرآن أو ما يتيسر من القرآن في واحد عنده ثوابت دي أشياء ما بيتنزلش عنها وفي واحد عنده الحاجات دي متغيرات ساعات يشد أو يبقى كذا وساعات يبقى ما بيستقمش على هذه الأمور يبقى أفهم فقه الثوابت والمتغيرات وفقه التدريب والتدريج والتعويد مش فاهم ما هو أي حاجة من الحاجات دي عشان تبقى ثابت محتاج أتدرب محتاج أخذ وقت وأبتدي بشيء يسير أمشي عليه أول حاجة هايزين نثبت موضوع الصيام إنه نصوم الاتنين والخميس مثلا أو ثلاثة يام من كل شهر أو موضوع القرآن إن احنا كل يوم لازم المسكة المصحف دي لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه اللي يحب مننا من صره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الإراءة في المصحف دي بتسكف في القلب حب ربنا والله وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر كذلك إنه يبقى إيه؟ آه حيبتدي يركز فيه هذا الشيء يبقى أول إيه؟ يبتدي على هذا القانون قانون التدريب ومعدين يبقى فيه تدريج شيئا فشيئا إنما مرة واحدة دي خطأ من الأخطاء اللي بتحصل في المعالجة هي عايزة ترجع لنفس الحال عايزة ترجع لإشعور ده فربنا سبحانه وتعالى من حكمته إنه يسحب ساعات هذه المعاني ليه؟ اسمعي بقى واسمعوا معايا هذا القانون وكتبوه عشان تبقى فائدة حلقتنا الليلة ربنا اسمه القابض الباصد القابض الباصد القابض بمعنى المانع والباصد بمعنى المعطي بيقولوا إيه بقى بيقولوا يقبض حتى لا يكاد يبسط ويبسط حتى لا يكاد يقبض وقبضك حتى لا يفسدك حتى لا يفسدك العجب وبسطك حتى لا يفسدك اليأس مش فاهم؟ قول بقى كلام بالعربي حاضر يعني أنا النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها هي قاعدة بتقوله أصوم نوافل وشغال كده بيبتدي بقى يتسلل للبني أدم مننا شعور برؤية العمل حتى لو هو مش واخد باله الشيطان يلعب فين بقى لا دا انت جامد جدا لا دا انت والي من أولياء لا الصلاحين لا الناس لازم تحس أن انت مختلف انت شايف حالك إيه دا؟ إيه الفتوحات دي؟ لا 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 هو أنت المهدي وانت مش داري مثلا ولا حاجة؟ والله كده بس يعني احنا بنقولها بشكل تهكومي شوية لكن فعلا يبتدي أنا كويس أنا كويس أنا تمام أنا حسن من غيري فينفخ الشيطان وهذا هو طغيان الإنسان إن الإنسان لا يطغى أرأاه استغنى فيستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى إنما ما يبقاش أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ما يبقاش هذا الإنسان الشاعر بفقره وذله وانكساره وأن كنزه في عجزه لا لا ما يبقاش البني آدم دا خلص يبقى حاسس بنفسه ويبقى فين؟ يبقى في المواقف دي يبقى لما يعامل حد فتلاقيه ايه دا؟ هو بيكلم معي كده ليه؟ هو بيتصرف هو حاسس أنه هو من طراز معين أنا الدكتور فلان أنا البشمهندس فلان أنا رجل الأعمال فلان أنا الشيخ فلان فيهلك يهلك في العجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وإعجاب المرء بعمله إن الإنسان لا يطغى الرأى رأى نفسه فاستغنى فيبقى ربنا من حكمته إنه يتسحب العطاء وريني هتعملي بقى أنا كنت ببكي من خشية الله أيما دي كانت أحوال دا كان رزق كان ربنا المتفضل عليك المنان مش كان عشان أنا أستاهل ما كانش عشان كده خالص إنما كان عطاء من ربنا سبحانه وتعالى آه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر ساعات يحصل العكس تلاقي الدنيا إيه مقفولة خالص مزدودة خالص ما فيش كل ما تحاول تلاقي تقول بقى خلاص دا أنا أبقى في النار حتف وأنا أحوالي سيئة وأنا أسوأ خلقي الله والدنيا ما فيهاش وما فيش فايدة ومن أيام مش عارف ساعد زالور وبيل ما فيش فايدة والدنيا كلها مقفولة فيحصل إبقى فيبسط آه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته بصوا ينشر دي ينشر تصيب من يستحق ومن لا يستحق آه هو كده معنى من معاني اسم الله البر أنه يعطي من يستحق ومن لا يستحق معنى من معاني اسم الله الوهاب يعطي لا لعوض ولا لغرض المعطي سبحانه الرزاق سبحانه المنان سبحانه الكريم الأكرم المحسن سبحانه فتلاقي بعدما الدنيا أفلت حكا ثانيا خالص حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ما فيش دا الدنيا أفلت خلاص مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ماتا نصر الله ألا إن نصر الله قريب يبقى القانون بيقول يقبض حتى لا تهلك في العجب ويبسط حتى لا تهلك في اليأس والقنوط إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلما بيحصل كلام دا على طول تبقوا عارفين أنا نفسي أوصل لهذه الأمور عرفنا رقم واحد إنه أفهم فقه الثوابت والمتغيرات رقم اتنين أفهم قضية القبض والبسط قضية القبض والبسط العطاء والمنع ربنا بيعطي إمتى وبيمنع إمتى ويقولوا وساعات الحال لا يبقى قبض ولا بسط لتكون له عارف يعني لتكون له علشان البني أدب مننا يبقى بتاع ربنا وبس يبقى خالص مخلص لله تبارك وتعالى مش مستني إنه يحس بشيء أو هو متعبد ممتثل ودي فكرة رقم ثلاثة رقم ثلاثة في حاجة يا جماعة في فقه الطريق لربنا سبحانه وتعالى اسمها الأحوال والمقامات يعني الأحوال والمقامات يعني ساعات الواحد مننا يحس بهذا النشاط يحس بالحالة الإيمانية دي يحس بأنه بيبكي من خشية الله تبارك وتعالى إنه إنه ودي اسمها أحوال ويقولوا إن الأحوال دي الأحوال دي متغيرات وإنها عطاء من ربنا سبحانه وتعالى للعبد عطاء لله جل وعلا لا سبب لي ملوش حاجة إيه مرة أحدة كده تنزل الرحمة تلاقي نفسك حاجة تانية دي اسمه الحال المقام بقى الفرق إنه الخشية من ربنا سبحانه وتعالى اللي في قلب الإنسان اللي بتيجي بعلم إنه ما يخشى الله من عداده العلماء تختلف تماما عن الأحوال العارضة دي إنه واحد دخل صلى فقعد يبكي من خشية الله قعد يبكي فده كان حال الحال ده نزل بسبب رحمة رحمة ربنا سبحانه وتعالى كنا في رمضان كنا في كذا كنا في كذا فدي أحوال متغيرة إنما لو البني آدم ده خرج من المسجد وقدامه واحدة متبرجة أو قدامه فلوس حرام أو فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يبقى وصل للقلب مقام الخشية وإحنا عايزين نتعبد مش بالأحوال كلنا ماشيين على كده أول ما أنا أنا دلوقتي لو قمت صليت ركعتين ولاقيتني من أولها لأخيرها خشوع وخضوع وبكاء أنا كده تمام أنا كده وصلت وده من الصح لإن ده محض فضل ومنا ورحمة من ربنا سبحانه وتعالى إنما إيه بقى أن أرى أثر العمل أثر العمل في حياتي في الخشية من ربنا سبحانه وتعالى في البعد عن المعاصي في المراقبة في الخلوات يباني البني آدم مننا هو ماشي على صلاة المستقيم ولا لا النصيحة لأختنا في الطريق وبالذات بعد رمضان وبعد ما مضى تلات أربع أسابيع هو والحال تغير النصيحة فيها اسمها شواحن الإيمان اشحني إزاي أشحن في حاجات بتشحن الواحد مننا زي الذكر مثلا الذكر بيثبت البني آدم مننا وبيطمئن القلب فنكسر من ذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئنه القلوب وأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله واذكروا الله الذكر الدعاء الاستعانة والتضرع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا التضرع اللي بيبقى بتحنن التضرع اللي يبقى البني آدم مننا بيتقطع إلا أن تقطع قلوبهم متذلل فيبقى فتح له في هذا الباب بسبب القبض ده بسبب الحالة الفطور دي ويبقى ده من خير ربنا على البني آدم مننا فيبقى رقم واحد ذكر رقم اتنين دعاء وتضرع يثبت الإنسان رقم تلاتة إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم حال جديد مع القرآن حال جديد في إرئاة القرآن في تدبر القرآن في إعمال القرآن في التحرك بالقرآن يبقى البني آدم مننا فعلا قرآن يمشي خلقه القرآن تبقى المعالجة الإيمانية لأمراض القلب إذا أصاب عبده هم أو حزن قلنا قال اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي فيبقى الحاجات دي البتري الإنسان يشحم بيها إحساسه بقرب الأجل بس بشكل يخليه إنه يبقى أكثر أكثر همة في الطريق إنه خلاص أنا حموت فهبقى ألحق نفسي المعاني دي لو خدنا بيها نعالج مشكلة الفطور ونعالج مشكلة الانتكاسات اللي بتيجي بعد مواسم الطاعات عادة حنتوصل زي ما اتفقنا على الإيميل وعلى الموقع على هاني حلمي أات دوتكم الموقع وعلى هاني حلمي H-A-N-Y H-I-L-M-Y أات جيميل دوتكم علشان نكمل مع بعض في هموم الناس ومشاكل الناس وزاي نقدر نعالجها إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخضر الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم